مرحباً بطلبات الصف الثاني العديد عامليني يا رب دايماً تكونوا بخير مع بعضنا أولاد نحل مع بعضنا كده ويكلي assessment للأسبوع التامن يعني تقييم الأسبوع التامن نحله مع بعضنا وكانها مراجعة سريعة كميلة عن السفيد كلنا منها السؤال بيقول رئيسة scientific term adding any material يعني إضافة أي مادة water causes continuous gradually change لما بنضيف أي مادة والسبب تغير مستمر في خصائص وتؤثر على الكائنات الحية خصائص المياه وبتأثر على الكائنات الحية أي إضافة للمياه وبتغير من خصائصها كنت بسميه water pollution تبقى اللي جابه يا أولاد water pollution يبقى نكتب هنا كده water pollution اللي بعده environmental pollutants ولوسات بيئية zero sources are human activities ولوسات مصدرها أنشطة الإنسان هنا بتكلم على مين artificial طبعا pollutants artificial يا أولاد pollutants ولوسات صناعية artificial اللي بعده مرض بيسببه زيادة في زيادة عنصر الأرسنينج أرسنينج ده ليه اسمه غريب شوه اسمه زرنيخ بالعرب ما علينا زيادة نسبته في المياه بسبب إيه بسبب حاجة اسمها liver cancer صار قطان الكبد بيعيد عنكم طبعا disease caused by increasing mercury زيادة نسبة الزؤبك في المياه بيسبب حاجة اسمها blindness blindness يعني العمل طيب disease caused by increasing lead الرصاص لما بيزداد في المياه بيصل إلى الإنسان بيسبب به death of brain cell موت خلايا المخ يبقى الإجابة death of brain cell cell فاهمين يا أولاد إيه اللي بعده يا معترمين كانت البليوشن رقم ستة نوع من التلاوث بينشا من ميكسين يومان عند أنيمال فضلات الإنسان والحوال في المياه هذا التلاوث يسمى بيولوجيكا البليوشن بيولوجيكا لأي أولاد بليوشن أوكي نوع من التلاوث سببه تصريف أو تسريب الفاكتوريز ويستس فضلات المصانع طبعا أنا أتكلم على مين كيميكا البليوشن التلاوث الكيميائي برافا عليكم نوع من التلاوث بينشا من استخدام مية طبعا في تبريد نيوكلا رأيك المفاعلات النووية أنا طبعا بتكلم على مين على السيرمل سيرمل بليوشن تلاوث حراري براكم تمانية السيرمل هي أولاد سيرمل بليوشن نتيجة هي أولاد استخدام المية في تبريد المفاعلات النووية يبقى السيرمل بليوشن طيب نشوف يا أولاد اللي بعده سنيني بسحة دي بقى الإجابات دي كده وبعد كده ايه نطلع لفوق آخر حاجة وصلنا لها سيرمل بليوشن هنحل بقى مع بعض رقم تسعة آآ ميوشن اوكي اللي بعد أولاد كمبليت ميوشن 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 الماء بتنقسم إلى نوعين طبعا ناتشورل وارتيفيشل ناتشورل بليوشن بس ناتشورل وإيه شرط كده ارتفيشل اوكي يعني نكتب في نقطة ناتشورل وفي نقطة ارتفيشل آآ ووتر بليوشن إذا فايت انتو فوق قايم تلوث الماء بينقسم إلى أربع أنواع طبعا بيولوجيكال بليوشن والسيرمل بيولوجيكال بليوشن وإيه كمان يا أولاد السيرمل والكيميكال أنا طبعا مش هايلهم بالترتيب مش هتفرع آخر واحدة يا حلوين راديينت جري جاد راديينت بليوشن اللي بعضو يا محترمين زا بيولوجيكال بليوشن تلوث البيولوجي بيسبب ميني دي سيز العديد من الأمراض صاد شقاس طبعا بلعريزيا وطيفون اوكي يبقى بلعريزيا بلعريزيا أولاد بلعريزيا وطيفون اوكي بس هنا مفيش أهو يعني إيه سيز بلعريزيا وإيه أولاد وطيفون مرض الطيفون ده مرض صعب جاد اوكي طيب اللي بعضو محترمين زيادة نسبة الأرسينيك في الميا بيسبب طبعا طيب من بسبب العمى ميركري اوكي طبعا بنشوف يا أولاد الصفحة اللي بعديها من ضمن الحاجات اللي بنستخدمها لحماية الماء من التلاوز طبعا حاجات سهلة وجميلة منها يا أولاد الاجراءات اللي بنعملها اللي حماية الماء من التلاوز طبعا فيه عاجات كتيرة الحقيقة بس هو عايز نقطتين بس ممكن نكتب مثلا اه اه اول نقطة مثلا ممكن نكتب يا أولاد يعني نمنع التخلص من يعني اللي عندي حيوانات ميتة ما يرميهاش في الماء يبقى اول نقطة يا أولاد الماء من التخلص 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 عدم التخلص من الكائنات الميتة فين في الانهاء. دي حاجة مسلا. اوكي? طيب ايه كمان يا ولاد? اه هو عايز نقطتين. والنقطة التانية قمكن نكتب ايه? اه يعني عشان هنا ما فيش مكان يا ولاد فانت تكتبوها بقى. دونت استور ما تخزنش مية في اه زيز بلاسك. احنا عارفين ايه طبعا. اللي بعده كيميكا البليوشن ارجينيتد فروم التلوث الكيميائي بينشع من ايه? طبعا بينشع من ديز شارجين باكتورز واسيز ان سي. اوكي? اللي بعده يا ولاد. يا براكب ستة تاني يا ولاد. كيميكا البليوشن. اه زي كيميكا البليوشن. سابق بالكيميكا بينشع من ديز شارجين فاكتورز. اه ويستن ان سي او ريفر. مهمين يا ولاد? يعني اه تسريب فضلات المصانع في البحار والانهار. اللي بعد ولاد مشكلة بس المكان ده فمعلاش انا باعتذر ليكم. كولنج نيوكلر ري اكشن. كولنج نيوكلر ري اكتورز. تبريد مفاعلات النواية بسبب ايه? شمو ما بقى ان اكتبها? بيسبب سيرمال بليوشن. اوكي? ووالد زي لكيش اف راديو اكتف تسريب المواد اه المشعة في نيوكلر ري اكتور ها? بيسبب طبعا بيسبب ريديانت بليوشن. ريديانت بليوشن تلوث هي اش عهي. بلاسك متوزي ري اكتوز بلاسك متفاعل مع الكولورين جاز. اللي بيستخدم في تطهير المياه. بحطوله الكولورين جاز بيطهر المياه. بس ده للأسف لما انخذها المياه في بلاسك بوتلز. الكولورين ده متفاعل مع البلاسك بسبب الاصابة بمرض الكنسر. انفكشن. انفكشن عن اصابة. انفكشن يعني بعيد عن مرض الصراطة. لما بنكل اسماك فيها نسبة عالية من الليد ده خطر جدا ليه? يوكوز الليد كوزيس لان الليد بيسبب زا ديث او زا برين سن. خلناها فوق. مش مو ما بقى نكتبها. لان الليد بيسبب اه طبعا تدمير خلايا المخ. بيوكوز الليد الرصاص. اوكي? بيؤدي كوزيس زا ديث او زا برين سن. دون تستور زا تاب ووتر متخزنش مية حنفية في عم بتي بلاسك بيوكوز بلاسك ري اكت ويس كولورين جاز كوزينك كانسر. اوكي? اللي بعده. اتز نسيس هاري ميكنج بريوديك انالايزز. من المهم ان نعمل تحليل دوري للمياه. للمياه. للمحطات تمقية المياه. لازم نعملها تحليل دوري. ليه? to protect water from pollution. عشان نعمل المياه من التلوث. to protect water from pollution. this of marine organisms. موت الكائنات البحرية اللي موجودة في الزون. which use its water for. موت الكائنات البحرية اللي موجودة في المناطق اللي بتستخدم المياه بتاعتها بيتبريد ان يقلل راكتو. ليه? due to separation. لان طبعا لما بنبرد نبرد المياه دي. نبرد آسف النuclear reactor ممائة البحر. بيصل separation of oxygen from the water. this leads to this of the marine living organisms. لامين يا أولاد؟ مرة كمان. because it causes لان ده بسبب separation of oxygen from water. مرة كمان. because. بيقولك ليه الكائنات بتموت. because. or due to separation of oxygen from water. what happened? وين? mixing a human and the animal waste with water. خلط فضلات الإنسان والحيوان. مع المياه. ليه؟ السؤال مش ليه. ماذا يحدث؟ طبعا بيصل the infection with many diseases. صد شعاز بالهريزيا انت اي فيها. هنكتب كده. the infection. الإصابة بالعديد من الأمراض. infection with many diseases. such as بالهريزيا انت اي فيها. this is charging. تسريب الفاكتوريز ويس. in water. ده طبعا بيؤدي ايه. الى ايه. it causes chemical pollution. it causes chemical pollution. increasing lead concentration. زيادة تركيز الليد. الليد. تقول له كلام مكر. it causes the death of the brain cell. it causes the death of the brain cell. high concentration of mercury. لما يزد نسبة الميركري في المين. it causes blindness. العمل. تب. increasing arsenic. زيادة نسبة الarsen concentration. تركيز الarsenic لما بيزيش في الطعام. ده بسبب ايه. it causes. ها. very good liver cancer. it causes liver cancer. using sea water in cooling nuclear reactum. استخدام ميت البحر في تبريد المفاعلات النوائية. it causes thermal pollution. it causes. يا ولاد. thermal pollution. اخر سؤال وقال لكم اي باي. يا محترمين. austering water in plastic protein. ماذا يعدس؟ عند تغزين الماء في البلاستيك بوتين. زي. هنقوله طبعا البلاستيك رائك تويس كولورين. ها. زياد كوزيس كانسر. البلاستيك بتفعل مع الكولورين. وده يسبب بيه. بسبب مرض الكانسر. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا واستفدتوا. ربنا معاكم يا محترمين. وربنا يا وفاكم. ومن نجاح الى نجاح دايما ان شاء الله. وللقاء في الفيديو القانون.